اشتركوا في القناة اكد رئيس الجمهورية ميشيل عون ان الاستقرار الامني الذي تحقق في لبنان بفضل ما تم بذله من جهود هلأ طبعا لك مستقر بالمقارنة مع دول الجوار مع جمهوريات دول جوار جمهورية الرئيس عون مثلا الجمهورية اللي حكي عنا عون مستقرة بالمقارنة مع جمهورية تلفزيون ام بي ام بيانوا الويات الصدر يحضر المسؤولين الليبيين الغدر ليس من شيامنا كما فعلتم لذا نحن بانتظاركم قام شبان بنزع الاعلام الليبية عن اعمدة الانارة في وسط بيروت الشبان انزلوا الاعلام ومزقوا بعضها الاخر على انتداد الطرقات المؤدية الى مقار اجتماعات القمة فضل بينما الحمد لله بجمهورية الرئيس بيشيل عون ما فيه مثل هيك امور ما فيه الوي وفصائل مصلح وملشة نهائية لبنان الجنرال عون مستقر بجمهورية الشقيقة انبيان الوضع غير الوي وحروب اهلية وتاريخ دموي لاك مثلا قولوا ما تشاءون افعلوا ما تريدون اكملوا ما تعدون ولكن اعلموا الليبية في القمة مع نبيه بري لا تجربوا هو واضح كعين الشمس ومستعد لاحياء ست شباط في عز كانون ست شباط 84 هو تاريخ انقلاب مصلح قادوا يوم رئيس حركة امل نبيه بري ورئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جمبلاط على النظام اللبناني برئاسة الرئيس امين لجميل رجع يذكر فيه اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ومارسوا الشباب شقفة منه خلال الويك اند متل ما شفته اما الوضع بجمهورية الجاهلية بلدة الوزير السابق وقام وهاب فكان عالشكل التالي حتى تكون دولة يجب ان نحاسب قاضيا بلا ضمير ولا وجدان تحاسب رجل امن متهور مجنون اما انت يا ابا الاخطل نعم ايها المجرم الجبان نحن ايها الغبي في جبل سلمان الفارسي ايها الغبي نحن سلمان الفارسي وانت موظف صغير صغير انا طلال ارسلان بعرف كيف قتل علاء ابو فرج اذا رجال يا سمير حمود تستدعيني كشاهد واذا فيك تحمل شهادة طلال ارسلان احمله لاك هدي هدي من علامات الاضطراب بدول الجوار بدول جوار جمهورية الرئيس عون هول مش بزالة البلد عم بصيروا الشخصيات اللي انحكي عنا مش كبار المسؤولين بجمهورية الرئيس عون ابدا وتخلطوا هدي جمهورية الجهلية المتاخمة لجمهورية الرئيس عون وفوق كل هول بتفتح جريدة الاخبار اليوم بيطلع لك التالي كان مقررا بحسب مصادر متابعة ان يعمد الامن العام اللبناني الى منع دخول الوفد الليبي الى المطار انطلاقا من حرصه على منع دخول اي طرف يؤدي الى مشاكل امنية لانوا جايين هول عصابات اشتياها على لبنان وتانيا من حرصه على حماية الوفود المشاركة في القمة حمايةها من مين يعني رئيس الجمهورية ووزير الخارجية متماسكين بدعوة ليبيا في حين جهاز اداري بالدولة اللبنانية بقرر ان الوفد الليبي ما رح يسمح لقله بالدخول خلافا لارادة الرئيس الاوي والعهد الاوي وتضيف الصحيفة واوضحت المصادر ان الامن العام كان سيمتنع هو هيك من راسه سيمتنع عن منح تأشيرات لدخول الوفد الليبي وفي حال منحت وزارة الخارجية الوفد تأشيرات من احدى السفرات فان الامن العام برضو لن يسمح للوفد بالدخول هذا الجهاز وين بيشتغل باي جمهورية بجمهورية الرئيس الاوي بجمهورية الانبئان بجمهورية الوية الصدر بجمهورية الجاهلية وين او هو قوات فصل بين الجمهوريات المتعددة بموجب بصن قرار امم متحدة شو الوضع هذا يفهمنا كيف يعني جهاز اداري بنفذ ارادة زعيم سياسي ايا يكن هذا الزعيم وايا يكن الموضوع وبيتجاهل القرار السياسي لرئيس الدولة اذا هذه السوريالية مش كافية شوفوا ها استجال بزروة الاشتباك حول القمة الاقتصادية وحضور ليبيا نحن بالنسبة لقلنا بالتاريخ ما منعرف الا 6 شباط ال2006 تفاهم مرمخايل هديك ال6 شباط ما منعرفه عضو كتلة تنمية وتحرير النائب علي خريص رد على كلام الوزير روبران باسيل حول عدم سماعه ب6 شباط بالقول طبعا لا يعلم باسيل ب6 شباط 84 لانها كانت انتفاضة ضد التطبيع مع العدو الاسرائيلي وباسيل وامثاله ما كانوا مرة تابعين لمدرسة المقاومة والانتماء للخط الوطني العروبي بل على العكس كانوا من خط التطبيعي والارتهانة استاذ خريص اذا باسيل تطبيعي واسرائيلي فبالتالي الرئيس عون تطبيعي واسرائيلي لان اتنايناتوا الواحد قدمت زاكينا بالفصل بيناتهم هول اتنين واحد بصير السؤال شو عم يعمل حزب الله بتحالفه مع عون وباسيل التطبيعيين الاسرائيليين شو عم يعمل الا اذا اصدق انه حزب الله حر بدولته وجنابك عم تحكي عن غير دولة يعني هو في جمهورية حزب الله جمهورية الانبئان كل واحدة عندها تفاصيل هذا غيظا من فايد اليوميات في اتحاد الجمهوريات اللبنانية المنتحرة الى اللقاء اشتركوا في القناة